جبهة النصرى وحركة أحرار الشام الجماعتان الأكثر نفوذا في شمال سوريا تشهدان وضعا متوترا وتخوضان فشل مبادرات قد يؤدي إلى انفجار الوضع فطرفان شاركا في الفترة الأخيرة في اجتماع لمحاولة رأب الصدع بين الفصائل المتنافسة باءت بالفشل فشل ألقت جبهة النصرى باللوم فيه على أحرار الشام لم تحل محاولات الاتفاق هذه دون منع اجتباك بين مسلحي الفريقين بعدها بأيام قليلة في مدينتي سلقين وحارم في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا حيث بات نشوب حرب بينهما قبقوا سين أو أدنى بحسب مصادر من أحرار الشام بعدما لقي أفراد من الجانبين حتفهم في الاشتباكات تلك الانقسامات بين الفصيلين طفت على السطح شيئا فشيئا مع قلق الحركة وفصائل أخرى من جبهة النصرى واتهامها لها بمحاولة لاستحواذ على السلطة وتهميش الآخرين الجبهة والحركة كانتا قد تعاونتا لفترة وجيزة مع غيرهما من الجماعات العام الماضي في تحالف مع جيش الفتح لكن ذلك لم يدم مع غياب الثقة بين الجهتين جبهة النصرى تتهم حركة أحرار الشام بأنها واجهة لتركيا تنفذ أجندتها لتكون طرفا في أي اتفاق سياسي لحكم سوريا في المستقبل وزعيم جبهة النصرى أبو محمد الجولاني مستعد حتى لتغيير اسم جماعته مقابل الاتفاق لكنه يرفض الخضوع للشروط بقطع العلاقة مع تنظيم القاعدة بحسب مصادر المسلحين هذه السروط التي تراها أحرار الشام أساسا للاتفاق لأنها وفصائل أخرى تعتقد أنه يترتب على هذه الصلة تبعات في الأيديولوجيا فلا تثق الحركة بأعلان جبهة أن طموحها لا يتجاوز لبنان وسوريا كما يقول عضو في فصيل مسلح متحالف مع أحرار الشام وبالتزامن مع تعارض النصرى مع الأطراف المسلحة جلها تخوض الجبهة حاليا مواجهة مع داعش بعد احتلاله مواقعها في الملاهي في جرود عرسالة لبنانية وقتل وأسر عدد من مسلحيها فيما كانت الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك شهدين على معارك بين جيش الإسلام وتنظيم داعش أيضا حيث تدور حرب بينهما تخلى لها تبادل أسرى في أكثر من موقع وعلى خلفية اتهام جيش الإسلام لتحرير الشام بمبايعة داعش شهد شمال شرق دمشق منذ مطلع العام الحالي وتيرة الاشتباكات بينهما أيضا